للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بردة عرسال شرق لبنان مراسل والجزيرة إيهاب العقدي إيهاب صباح الخير دعنا نبدأ بأوضاع اللاجئين وصف لنا أحوالهم من عندك نعم أوضاع اللاجئين في غاية السوق مع انقطاع كافة الطرقات المؤدية إلى مناطق لجوئهم خصوصا في المناطق التي تقع فوق 700 متر عن سطح البحر أي في القرى الجبلية وخصوصا في محافظتي البقاع والشمال بالتأكيد لا يمكن أن نصف حالة اللاجئين بدقة سوى بالصورة يمكن مشاهدة أو ربما إذا استطعتم مشاهدة خيام اللاجئين المصنوعة من البلاستيك وربما بعض القماش التي باتت مغمورة بالشتاء درجات الحرارة الآن في المكان الذي أقف فيه تنخفض عن خمس درجات مئوية تحت الصفر وهي مستمرة بالانخفاض منذ ليلة أمس الثلوج لم تتوقف عن التساقط لا يمكن تأمين أي معونات طبية أو غذائية لهؤلاء باعتبار أن جميع الطرق المؤدية إلى بلدة عرسال مخطوعة الحال أيضا ينطبق على عدد من البلدات الأخرى الطرق الرئيسية في لبنان أيضا مخطوعة وقد يؤدي ذلك إلى توقف وصول المساعدات لهؤلاء ربما بعضهم قد حاول تأمين ما يلزم لهذه الأيام المقبلة لكن ذلك يكون في إطار بسيط جدا للغاية وهو في تأمين بعض احتياجات التدفئة من الأخشاب أو ربما ما عثروا عليه من ثياب أو حتى أي مهملات يستخدمونها في عمليات التدفئة وفي الحقيقة هذه المعضلة الأساسية أمام هؤلاء قدمت الأمم المتحدة نحو 200 لتر لكل عائلة من المزوط هذه المواد لا تكفي سوى لأسابيع وقد استهلك معظم اللاجئين الذين يقتنون في المناطق الجبلية هذه المواد خلال الشهر الماضي الأمر الآخر ينطبق على موضوع الطبابة والاستشفاء لا يمكن الوصول بأي من اللاجئين إذا احتاج لأي معونة طبية الآن إلى المستشفيات أو المستشفيين الميدانيين في بلدة عرسال أيضا لا يمكن تقديم أي من الخدمات الطبية خصوصا للأطفال الذين يتحملون مشقة هذا الطقس العاصف وانخفاض درجات الحرارة الأولى من نوعها التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان منذ تاريخ لجوءهم أي منذ ثلاث سنوات وهذه المرة الأولى التي تددن فيها درجات الحرارة بهذا الشكل في الأماكن الجبلية وتنقطع الطرقات بسبب تساقط الثلوش إيهاب سأطلب منك أن تفصل لأكثر أوضاع أو أحوال المخيمات من الداخل بماذا هي مجهزة وما الذي تحتاجه في هذه المرحلة؟ أولا المخيمات غير مجهزة سوى للسكن الآن الخيام داخل التي تؤوي العائلات مجهزة ببعض أنواع التدفئة بعض التغذية التي يعتمدون فيها على الأمم المتحدة من لا يعتمد على الأمم المتحدة قد أدى به هذا الأمر إلى الطلب المساعدة من بعض اللاجئين الآخرين وبعض المعونات الأخرى هناك بعض المساعدات التي وصلت خلال الأيام الماضية لكنها لا تكفي لمائة ألف لاجئ هذه البلدة لم تصل تراجعت فيها المساعدات تدريجيا منذ آب أغسطس الماضي عندما وقعت الاشتباكات بين المسلحين من المعارضة السورية والجيش اللبناني أنذاك وأدى ذلك إلى توقف وصول المساعدات من قبل كثير من المؤسسات والهيئات الإغاثية إلى هذه البلدة وأيضا الأمم المتحدة لا تعمل أجهزتها في هذه البلدة وإنما عبر مندبين لها من هيئات محلية بالطبع هذا الأمر يؤدي إلى فوضى في التوزيع يؤدي إلى وقف بعض المساعدات التي كانت تصل أصلا عبر منظمات أخرى كل ذلك ينعكس سلبا على الناس داخل هذه الخيام وربما أيضا قد يؤدي بهم خلال الأيام المقبلة إلى نفاذ كل مخزونهم من المواد الغذائية إيهاب كنت أود كذلك أن نتحدث عن المساعدات بما أنك تحدث وفصلت فيها كنا سمعنا عن نوع من المساعدات أو أعداد من المساعدات كانت أرسلت بالأمس سؤالي هنا إذا ما وصلت إلى لبنان هل من السهل إيصالها في ظل هذه الأوضاع الجوية إلى مخيمات النازحين هذه هي الحقيقة التي لم يواجهها بعض العاملين في مجال الإغاثة الطرق في لبنان مغفلة أريد أن أعطي إذا أرادت أي شاحنة أن تصل من مرفأ بيروت لا يمكنها حافحة رست السفينة أو حوصلت المساعدات عبر المطار إذا تمكنت الطائرة من أن تحط على مدرج المطار أو من أن ترسوا السفن في مرفأ بيروت لا يمكن نقل هذه المساعدات الطرق الجبلية التي تصل بثلا بمنطقة البقاع مغفلة منذ ليلة أمس اليوم الطرق الداخلية في محافظة البقاع أيضا مغفلة ينطبق الأمر على عدد من القرى والبلدات في محافظة شمال لبنان وبعض المناطق في منطقة جبل لبنان هذا هو الأمر الرئيسي الآن ننتظر عمل الجارفات الثلوج وبعض الجرفات التي يمكن أن تعمل من خلال المجالس المحلية لفتح الطرقات الرئيسية لكن العاصفة لازالت في بدايتها وربما قد تستمر خلال اليومين المقبلين وبالتالي على الجميع التأقلم من اللاجئين أو حتى ربما من اللبنانيين على ما لديهم من مخزون ومؤن قد حضروها لهذه الغاية الأمر سيكون له انعكاسات بالطبع سلبية على اللاجئين الذين يعتبرون الأكثر تعرضا لعوامل الطقس والأكثر تعرضا لتدعيات السلبية لهذه العاصفة نشير أيضا إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت أنها وزعت نحو 660 وزعت مساعدات تضرتبط بالشتاء لنحو 660 ألف لاجئ سوري لكن يوجد في لبنان بحسب أرقام الأمم المتحدة مليون ومئتي ألف لاجئ سوري أيضا المؤسسات الإغاثية تتحدث عن تقديم مساعدات لكن هذه المساعدات تراجعت منذ أشهر للسوريين وخصوصا الذين يقتلون في أماكن بعيدة وفي الأماكن الجبلية أود أيضا أن أشير إلى أن نحو ألف عائلة أو أكثر تعيش في المناطق الجبلية شرق بلدة عرسال لا تصلها أي مساعدات أو أي مؤسسات إغاثية هؤلاء يعتمدون في معيشتهم على بعض الأعمال التي كانوا يقومون بها في المزارع هناك توقفت هذه الأعمال الآن لا ندري حقيقة عن الوضع هناك بسبب صعوبة الوصول ولا يوجد أي اتصالات في هذه المناطق من خلال الشبكات الهاتف الخلوية أو الثابتة كل ذلك يفاقم في أزمة اللاجئين ويؤدي إلى تدعيات سلبية خصوصا على الكبار في السن أو على المرضى وحتى على الأطفال الذين ربما لا يستطيعون مقاومة هذا الطقس البارد إهاب العقدي مرسل الجزيرة كان منعنا من بلدة عرسال شرق لبنان شكرا جزيلا لك هذا هو الأمر الرئيسي الآن ننتظر عمل الجارفات الثلوج وبعض الجرفات التي يمكن أن تعمل من خلال المجالس المحلية لفتح الطرقات الرئيسية لكن العاصفة لازالت في بدايتها وربما قد تستمر خلال اليومين المقبلين وبالتالي على الجميع التأقلم من اللاجئين أو حتى ربما من اللبنانيين على ما لديهم من مخزون ومؤن قد حضروها لهذه الغاية الأمر سيكون له نعكسات بالطبع سلبية على اللاجئين الذين يعتبرون الأكثر تعرضا لعوامل الطقس والأكثر تعرضا لتدعيات السلبية لهذه العاصفة نشير أيضا إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت أنها وزعت نحو 660 وزعت مساعدات تترتبط بالشتاء لنحو 660 ألف لاجئ سوري لكن يوجد في لبنان بحسب أرقام الأمم المتحدة مليون ومئتي ألف لاجئ سوري أيضا المؤسسات الإغاثية تتحدث عن تقديم مساعدات لكن هذه المساعدات تراجعت منذ أشهر للسوريين وخصوصا الذين يقتلون في أماكن بعيدة وفي الأماكن الجبلية أود أيضا أن أشير إلى أن نحو ألف عائلة أو أكثر تعيش في المناطق الجبلية شرق بلدة عرسال لا تصلها أي مساعدات أو أي مؤسسات إغاثية هؤلاء يعتمدون في معيشتهم على بعض الأعمال التي كانوا يقومون بها احتياجات التدفئة من الأخشاب أو ربما ما عثروا عليه من ثياب أو حتى أي مهملات يستخدمونها في عمليات التدفئة وفي الحقيقة هذه المعضلة الأساسية أمام هؤلاء قدمت الأمم المتحدة نحو 200 لتر لكل عائلة من المزوط هذه المواد لا تكفي سوى لأسابيع وقد استهلك معظم اللاجئين الذين يقتنون في المناطق الجبلية هذه المواد خلال الشهر الماضي الأمر الآخر ينطبق على موضوع الطبابة والاستشفاء لا يمكن الغصول بأي من اللاجئين إذا احتاج لأي معونة طبية الآن إلى المستشفيات أو المستشفيين الميدانيين في بلدة عرسال أيضا لا يمكن تقديم أي من الخدمات الطبية خصوصا للأطفال الذين يتحملون مشقة هذا الطقس العاصف وانخفاض درجات الحرارة الأولى من نوعها التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان منذ تاريخ لجوءهم أي منذ ثلاث سنوات وهذه المرة الأولى التي تددن فيها درجات الحرارة بهذا الشكل في الأماكن الجبلية وتنقطع الطرقات بسبب تساقط الثلوش إيهاب سأطلب منك أن تفصل لأكثر أوضاع أحوال المخيمات من الداخل بماذا هي مجهزة وما الذي تحتاجه في هذه المرحلة؟ أولا المخيمات التي أقف فيه تنخفض عن خمس درجات مئوية تحت الصفر وهي مستمرة بالانخفاض منذ ليلة أمس الثلوش لم تتوقف عن التساقط لا يمكن تأمين أي معونات طبية أو غذائية لهؤلاء باعتبار أن جميع الطرق المؤدية إلى بلدة عرسال مخطوعة الحال أيضا ينطبق على عدد من البلدات الأخرى الطرق الرئيسية في لبنان أيضا مخطوعة وقد يؤدي ذلك إلى توقف وصول المساعدات لهؤلاء ربما بعضهم قد حاول تأمين ما يلزم لهذه الأيام المقبلة لكن ذلك يكون في إطار بسيط جدا للغاية وهو في تأمين بعض احتياجات التدفئة من الأخشاب أو ربما ما عثروا عليه من ثياب أو حتى أي مهملات يستخدمونها في عمليات التدفئة وفي الحقيقة هذه المعضلة الأساسية أمام هؤلاء قدمت الأمم المتحدة نحو 200 لتر لكل عائلة من المزوط هذه المواد لا تكفي سوى لأسابيع وقد استهلك معظم اللاجئين الذين يقتنون في المناطق الجبلية هذه المواد خلال الشهر الماضي الأمر الآخر ينطبق على موضوع الطبابة والاستشفاء لا يمكن الوصول بأي من اللاجئين إذا احتاج لأي معونة طبية الآن إلى المستشفيات أو المستشفيين الميدانيين في بلدة عرسال أيضا المعونات الأخرى هناك بعض المساعدات التي وصلت خلال الأيام الماضية لكنها لا تكفي لمائة ألف لاجئ هذه البلدة لم تصل تراجعت فيها المساعدات تدريجيا منذ آب أغسطس الماضي عندما وقعت الاشتباكات بين المسلحين من المعارضة السورية والجيش اللبناني أنذاك وأدى ذلك إلى توقف وصول المساعدات من قبل كثير من المؤسسات والهيئات الإغاثية إلى هذه البلدة وأيضا الأمم المتحدة لا تعمل أجهزتها في هذه البلدة وإنما عبر مندبين لها من هيئات محلية بالطبع هذا الأمر يؤدي إلى فوضى في التوزيع يؤدي إلى وقف بعض المساعدات التي كانت تصل أصلا عبر منظمات أخرى كل ذلك ينعكس سلبا على الناس داخل هذه الخيام وربما أيضا قد يؤدي بهم خلال الأيام المقبلة إلى نفاذ كل مخزونهم من المواد الغذائية إيهاب كنت أود كذلك أن نتحدث عن المساعدات بما أنك تحدث وفصلت فيها كنا سمعنا عن نوع من المساعدات أو أعداد من المساعدات كانت أرسلت بالأمس سؤالي هنا إذا ما وصلت إلى لبنان هل من السهل إيصالها في ظل هذه الأوضاع الجوية إلى مخيمات النازحين هذه هي الحقيقة التي لم يواجهها بعض العاملين في مجال الإغاثة الطرق في لبنان مغفلة أريد أن أرادت أي شاحنة أن تصل